في اشخاص اكتر من شخصين عم بيرقبوك عم انت اعلى منهم انت بمرتبة اعلى منهم هم نفسهم يوصلوا لهاي المرتبة او نفسهم يوصلوا لك يعني فمش قادرين مش قادرين ان يوصلوا لك وكأنك انت حاطت حواجز او شغلة بينك وبينهم انا بحكي لك هدول الشخصين ابدا مش ناويين على خير هاي من الاشياء السلبية اللي ظهرت لكن في مسافة بينك وبينهم اللي هو يعني مش متأسر في الموضوع وانت في مرحلة متقدمة وهم لا زالوا يحكوا في امور بعيدة اللي هي قديمة كتير وعملتوا وبعجنوا لكن انت قول على بالك بالفترة الجاي بالفترة الماضية كنت كتير مقرقينك هدول الشخصين او الاشخاص لكن بالفترة الجاي رح تكون كتير قادر على النسيان وانك تفتح صفحة جديدة خالية من هدول الاشخاص وعم تنجح وعم يسبب هذا الاشي غيره من طرف هدول الاشخاص عم بشوف في ايدك شغلة كانت عبارة عن وهم او يعني رزقة رزقة عم تجيك كان بالنسبة لك عم بتفكرها صعبة كتير بالحصول عليها لكن عم بتلاقي نتيجة ممكن يكون كمان تقدم في العمل في العمل بالفترة الاخيرة عم بتشوفك شخص جديد في تعاملك مع الاخرين كلهم عم بيتطلعوا عليك انه هل هذا نفس الشخص اللي كنا نتعامل معاه لا هذا شخص تاني عم يتغير جلدك في هاي الفترة بالنهاية اخر ورقة طلعت معاي اللي هي احدث فترة ممكن في العمل والدراسة وعم تجني ثمار عم في شغلات سابقة انت عملتها في القديم كنت مفكر انه خلص انا ما يعني راحت علي وما ما حاخد النتيجة الحلوة اللي من بعدها لكن عم بشوفك يعني حاصل على هذا الاشي اللي في بالك عم بشوف في شخص مندفع تجاهك لكن انت شوي متأني في الموضوع شوي عم بتفكر بطريقة اللي هي بطيئة في الموضوع بحكي لك انه استعجل لانه الفرص ما بتيجي دايما مثل هذا الشهر او بهاي الفترة خلينا نشوف العلاقات العاطفية العلاقات العاطفية اذا اول شي للعزاب بعدين المرتبطين اللي هم على يعني على علاقة حاليا مش منفصلين والازواج كمان حاولا نغطي الثلاث بالبداية بعدين بنروح للمنفصلين حاسي حالي ما خلطته ممنية حبيبي برج التور عم بشوف نفس الشهر الماضي في احتفالية او بتجهز حالك لا احتفالية معينة عم بيكون هذا الاحتفال من اجلك انت يعني ممكن يكون للعزاب زواج وكأنه هذا الزواج عم يكون منطقي اكتر من هو عاطفي ممكن يكون زواج تقليدي او الشخص اللي معانا عم بيغلب المنطق على العاطفة عم يدرس الموضوع منطقيا بحت اول شيء قبل شعوره ناحيتك وقبل قلبه وعن بشوفه يعني عم بيحلم فيك وكأنه انت شغلة كتير اعلى منه او احلى منه بحياتك بالمجال اللي انت فيه وكأنه عم بدو يتخذ هاي الخطوة لكن خايف شوي من الاجواء اللي انت فيها وكأنه في اختلاف بينك وبينه في اما الطباع او مش عارفة في اختلاف معين يمكن يكون في العمر ممكن يكون شخص اصغر منك هاد الشخص بيميل بشرته للبياض اكتر للشقار اكتر او ممكن عيونه ملونة تكون شايفوا عليك على حصان وكأنه فارس احلامك فيه شغلات كتير من الشغلات اللي انت بتحلم فيها هاد الشخص جاي على الطريق بالنسبة للعزاب وعم بتشوفك العزاب عم بتقارن شخصين في بعض او قرارين في بعض بنسبة للارتباط عم بتعد مش للعشرة عم بتعد للمية قبل هذا الموضوع عم يكون صعب عليك انك تتخذ هذا القرار لكن فيه شغلات حتبين لك او تنظر لك بصيرتك وتتخذ هذا القرار فيه ممكن يكون في الليل يعني هيك باخر الليل خلص انا بدي ااخد قرار فبتتصل في الطرف الثاني وخلص انا اما تعبر عن مشاعرك او تقول له انا بدي ارتبط خلص للناس طبعا عفوا للناس اللي عم بيستنوا الاستقرار او بيحلموا فيه وانت من زمان بتدور على الاستقرار بدك تستقر حيحسس ان امورك مش عم بتكون مستقرة مية بالمية بالنسبة للازواج عم بشوف يعني عم تحتفل مع الزوج عم تتصافوا اكتر في شوية مشاكل كانت قديما لكن عم بيكون الطرف الثاني وكأنه هيك في ايدك او خاتم في اصبعك مش عارف رح تكون متحكم بالامور ولكن بعواطف اكتر عم بتجيبها بطريقة كتير يعني حلوة وشفافة للسيطرة على الطرف الاخر وفي النهاية عم بشوفك بتسيطر عليه رغم المشاكل اللي حكينا عنها قديما كنت على ارض مش ثابتة كنت عم بتحس انه خلص الطرف الثاني ممكن يفكر بالانفصال او ممكن تكون عكسية الطرف اللي هو انت اه لكن في شهر اه تموز اه رح تكون الامور تمام اه التمام ورح تحتفلوا مع بعض او يمكن ترجعوا لسكريات القديمة اه الحلوة اللي كانت بناتكم الحب عم يتجدد انا شايفة لا الناس المرتبطين لكن مش متزوجين في نجاح في العلاقة في نجاح في امور عم بترتبها لحتى بالاخير يحصل في اللي هي خطوة كبيرة اه وكأنك عم بتجهز لنوع من الارتباط اه الجدي قبل هيك كنتوا عم بتطلعوا لبعض بغموض اه كانت في اسرار كان في اشخاص عم في لا شخص واحد كان عم يدخل اه كان بعيد وقرب وعم بشوفوا هلأ بعيد في شهر اه تموز هذا الشخص لكن عم يطلع عليكم عم بي اما براقبكم او حاقد هذا الشخص موجود اه بالورق والمرتبطين اللي مش متزوجين كمان في فرصة قدامهم ممكن اه تكون من برج ناري او برج اه اللي هو هوائي ممكن يكون القوس الحمل هذا الشخص الجديد اللي عم يقرب ولكن عم بيقرب بخطوات بطيئة شوي لكن هو مستعد هو مجهز حاله اموره يعني تمام تمام ما في عنده اللي هو اه مشاكل شغلات لا عم بيكون اموره اه اه امرتبة المشاكل او التعقيدات اللي كانت في حياته ورا ظهره عم بتبين خلينا نشوف المنفصلين والمطلقين من برج التور صار فيه طلقات بالفترة الماضية لبرج التور او انفصالات كتير كان في عندهم انفصال عن اشخاص او شخص اه بالاكتر يعني الفترة الماضية كانت فيه طاقة اه البعد مسيطرة وها فين ازاعات كانت اه موجودة من قبل فيه عم بشوف اللي هو مش طرف ثالث ورابع وخامس وكأنها علاقة مش تلاتية بس لا رباعية وخماسية ممكن تكون وهذا افضل من لما تكون ثلاتية اه ابراج نارية ابراج ترابية الطاقة القديمة عندك اه كنت ملافف اه ضهرك وخلص مليت ما في اه امل كنت رافع السلاح يعني او اه بدك تنتقم بدك اللي هو كان فيه نزاعات كبيرة بناتكم او حرب كان فيه مشاكل كتير كبيرة وحتى تدخل فيها اكتر اه من طرف الفترة الجاي عم بيكون صفاء اكتر في الجو اه غيوم شوي صفاء شوي اه وكأنه عم بيصير فيه اخت وعطى بينك وبين اه هذا الشخص عم بحكي للمنفصلين اللي هما الحديثين اما من اشهر او اه من اسابيع لكن اللي من السنين اه بتكون الاحتمالات عندهم اخف في الرجوع لشخص اه قديم الا للمطلقين ممكن يكون فيه اللي هو حكي على اولاد اتفاق معين فيه فلوس بالموضوع اه عم بتنحل هاي المشكلة وبتروح لصالحك يعني عم تكون راضي في النهاية او قنوع مهما كانت النتيجة اه رح تكون مبسوط اه اخر اشي بيان عندي انك الطرف الاخر عم بيكون وصل لقوة معينة انه ياخد خطوة نحو الامان من بعد اللي هو خلاص يعني انتهت الامور بناتك وصار فيه استحالة انه ترجعوا اه لكن فيه حنين وشغف من الطرف الاخر من اول اه ما تركته ولحديث هلأ عم يستمر اه الشغف اه والحنين اذا فيه فرصة للرجوع لبرج اه التور عم بيشوفك اه قوي كتير ورح يرجع بي اه اه رح يرجع بامور حلوة او خبرية حلوة بتخليك خلاص بدك تضلك معه على طول من بعد كل هالصراعات ولهذا كله بترمو وردهكم واكنه فيه اه كمان قبل قبل الرجوع فيه عم توصلك ميسج منه او اه عم بيكون فيه اه تواصل يعني اللي هو رجوع شوي شوي مش اللي الرجوع المفاجئ انه خلاص احنا رجعنا كذا اه لا بشوفك عم وكأنه او الطرف الثاني عم بيكون حذر كتير بالخطوات اه راجع لكن راجع ببطء ممكن اول شي تكون بداية العلاقة اللي هي اه اه الو كيفك كذا اه بعد اسبوع او بتتطور شوي وهذا عبارة عن تخطيط منك او من الطرف الثاني انه تبلشوا اه مرحلة اه جديدة صافية وتحولوا انه اه اه تحلوا المشاكل اللي بناتكم اللي سببت اه اه هذا اه البعد هذا اكتر اشي نبين بالنسبة للمنفصلين خلينا نشوف اسا في نصيحة اه اه من الكون او من الطاقة اه الكون الكلuju hundreds بماذا ان يتجن تحصل لن weighed كيفو نصيحة بالفترة اه القيد اللي هي شهر يوليو بحكي لك حارب حارب كرمال الشغلة اللي بتحبها ما تضلك قاعد ما تضلك قاعد وإعمل مبادرات أنا بحكي على جميع الأصعدة هاي نصيحة على صعيد الشغل والدراسة والعاطفة بقولك ما تضلك قاعد لأنك عم بتضيع فرص كون بالفترة الجاي متخذ أو صانع قرار ما تضلك بطاقة اللي هي الحيرة لا خد امشي الحظ معاك هاي الفترة فانطلق بالمشاريع أو بالمشروع اللي أنت حابه رح تنتهي بنجاح ولصالحك فمن بعد ركود عم ببشرك الورق بأنه في كتير نجاحات عالطريق لكن نجاحات مبنية على قديش أنت رح تاخد خطوات ما رح تجيك هيك من الباب للطاقة بحكي لك ودع ودع المشاكل وكذا أنت بتصمع السعادة في إيدك بالفترة الجاي وهي جاي هي جاي إذن ورق كتير حلو خلينا نحكي بنسبة 80% لبرج التور حبيبي إذن ورق حلو وقود لك لألكم كلكم حبايبي إن شاء الله تكون القراءة وصلت لأكبر عدد